اهلا بكم مشاهدي الأعزاء هذا مقال من موقع بي بي سي مقال إخباري عن المركبة الفضائية ستارشيب التي تعود لشركة إيلون موسك سبيس إكس والتي انفجرت أمس في رحلتها التجريبية سنقرأ المقال الآن ونشرحه وبعد شرح المقال والطرس سأعرض هذا الفيديو لنشاهد الانفجار الذي وقعه U.S. Entrepreneur Elon Musk has launched the latest prototype of his starship vehicle from Texas رجل الأعمال الأمريكي U.S. Entrepreneur Elon Musk أطلق نموذجه الأولي الأخير has launched the latest prototype لمركبته ستارشيب من تيكساس of his starship vehicle from Texas Prototype نموذج أولي نموذج مبدئي Entrepreneur رجل أعمال واحد النطق حافظت على نطقها الفرنسي لأنها جاءت من اللغة الفرنسية Entrepreneur ستارشيب هو اسم هذه المركبة كلمة vehicle تستخدم لأي مركبة سيارة، باس، طائرة، هليكوبتر كلها تسمى vehicle code named SN8 the uncrewed rocket lifted away from the Boca Chica R&D facility on what has been built as a brief flight to 12.5 kilometers وسميت بـ SN8 هذا هو اسم تلك المركبة code named code name يعني اسم رمزي وcode named سميت برمزه بهذا الرمز الذي نرى فهو ليس اسم عادي من حروف إنما هو مجرد رموز the uncrewed rocket الصاروخ الغير مأهول ليس فيه طاقم uncrewed هذه الكلمة جاءت من crew crew التي تعني طاقم طائرة أو طاقم مركبة فضائية وإذا قلنا crude يعني مأهول يجل فيه طاقم وباستخدام البادئة an أو prefix an تتحول الكلمة إلى النقيض غير مأهول the uncrewed rocket the uncrewed rocket الصاروخ الغير مأهول lifted away from the Boca Chica R&D facility ارتفع من المنشأة أو منشأة التطوير في Boca Chica lifted lifted lift هو فعل يعني يرتفع أو يرفع lift بالمعنين فهو transitive and intransitive lifted away ارتفعت بعيدا from the Boca Chica Boca Chica هي قرية في تيكسس وR&D هي اختصار لResearch and Development البحث والتطوير Research and Development Facility Facility منشأة فهي منشأة لR&D on what has been built as a brief flight فيما تم وصفه بأنه رحلة طيران قصيرة فflight flight رحلة طيران brief brief قصير build build جاءت من فعل to build يصف شيئا أو يعلن يصف شيئا في إعلان ما فإذن هذه العملية أو هذه الرحلة وصفت had been built had been built as a brief flight to 12.5 kilometers The 50 meter tall vehicle crashed on touchdown but Mr. Musk was delighted with how much the test outing achieved المركبة التي تبلغ خمسين مترا في الطول The 50 meter tall vehicle crashed on touchdown تحطمت عند هبوطها crashed on touchdown Touchdown تعني هبوط الطائرة أو هبوط مركبة فضائية التقاء عجلات الطائرة مثلا بالأرض Touchdown الكلمة واضحة فقط من الكلمة التي تركبها touch ويلمس down الأسفل يعني فقط من كلمات المركبة لهذه الكلمة يمكن فهم المعنى But Mr. Musk was delighted لكن السيد Musk كان فرحا مبتهجا Delighted Delighted With how much the test outing achieved بالمدى الذي أنجزه أو أنجزته هذه البعثة التجريبية أو الرحلة التجريبية With how much With how much the test outing achieved achieve يحقق ينجز كلمة outing تعني رحلة أو بعثة وكذلك هي واضحة فقط من الأصل فهي جاءت من out التي تعني خارجا out وouting كأنك تقول الخروج فالرحلة أو البعثة هي خروج تست outing رحلة تجريبية The 50-meter-tall vehicle crashed on touchdown But Mr. Musk was delighted with how much the test outing achieved Before the flight The tech billionaire had dampened expectations warning his fans that some mishap was likely لكن قبل الرحلة Before the flight The tech billionaire الملياردير التكنولوجي had dampened expectations قلل من التوقعات had dampened dampened expectations قلل من التوقعات warning his fans that some mishap was likely محذرا معجبيه بأن مشكلة أو حادثة من المحتمل أن تقع likely محتمل likely fans fans المعجبون الجمهور mishap mishap حادثة سيئة حادثة مزعجة مشكلة mishap جاءت من miss و-hap كلنا نعرف الفعل happen يحدث و-mish تستخدمها الكلمات بمعنى خطأ أو مثلا guide يرشد miss guide يضل inform يعلم misinform يعطي معلومات خاطئة و-mishap happen يحدث miss happen يحدث بشكل خاطئ أو كما تبين هذه الكلمة ف-mishap هي خطأ أو حادث ما سوي بالنسبة للمركبة الفضائية أو لمركبة starship for the starship when it's fully developed عندما تكون مطورة بشكل كامل when it is fully developed he says يقول it is the future of his SpaceX company بأنها مستقبل شركته SpaceX nonetheless مع ذلك nonetheless nonetheless رغم ذلك ومع ذلك سنقرأ التعريف باللغة الإنجليزية in spite of that nevertheless نقول كذلك nevertheless أو in spite of that على رغم ذلك nonetheless Musk has big hopes for the starship when it's fully developed he says it is the future of his SpaceX company starship will launch people and cargo into orbit and the entrepreneur also envisages the vehicle traveling to the moon and mars starship ستطلق الناس والسلع في المدار will launch people and cargo into orbit cargo السلع and the entrepreneur also envisages the vehicle traveling to the moon ورجل الأعمال entrepreneur يتنبأ كذلك بأن المركبة ستسافر إلى القمر وإلى المريخ envisages 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 يعني يتنبأ بي to foresee to predict يتصور بأنها في المستقبل ستسافر traveling to the moon and mars هذه الكلمة envisages جاءت من الكلمة الفرنسية visage التي تعني الوجه أعتقد لا أعلم لكن أعتقد أن سبب يعطى معنى التنبأ أو يتنبأ ل envisage هو أن الوجه بتعابيره يمكننا من التنبؤ بمشاعر وأفكار الشخص نعرف إن كان غاضبا أو قلقا حزينا فرحا مبتهجا خداعا فقط من تعابير وجهه فهم envisage لذلك أعطي هذا المعنى يتنبأ ل envisage هذا ما أعتقده لكن لا أعلم سأطلع فيما بعد على etymological origin of this word الأصل الاتمولوجي لهذه الكلمة فحتى الكلمة الفرنسية الإنجليزية التي تعني وجه face لها علاقة أو جاءت من نفس الأصل لكلمة visage الوجه فكلهما يتكونين من هذا المقطع vis face the SpaceX CEO praised his team adding that the demonstration had acquired all the data we needed ورئيس شركة SpaceX أشاذ بفريقه أو مدح فريقه praised his team مضيفا adding بأن العرض demonstrations العرض كسب أو حصل على كل البيانات التي نحتاجها CEO رئيس شركة أو الرئيس التنفيذي للشركة هذا هذا الاختصار جاء من Chief Executive Officer كما نرى هنا كما نرى هنا acquire acquire يحصل على أو يكتسب acquire والاسم هو acquisition تم استخدام past perfect في هذه الجملة لأن هذا الحدث وقع قبل هذا الحدث الأول هنا نستخدم past perfect لوصف حدث أو فعل وقع قبل حدث آخر في الماضي Mars Here we come He tweeted ونشر على Twitter المريخ نحن قادمون Mars Here we come He tweeted الآن أترككم مع مشهد من الصاروخ الذي انفجر وستجدون المقالة تحت الفيديو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعفي هل اليو starts ترجمة نانسي قنقر design ترجمة نانسي قنقر هناك هناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة